ينضم إلينا من كربلاء قاسم مجذوب شقيق الكاتب العراقي المغتالة والمغدور علاء مجذوب ومن لندن دكتور محمد الشيخ لمدير المركز العربي للعدالة أهلا بكم أضيفي الكريمين طبعا أستاذ قاسم لكم حسن العزاء بما وقع لي علاء يعني أنا أود أن أخذ منك لربما أسئلة عن الجانب الشخصي للروائي علاء لم يكن يعلم أنه منشورا كهذا سيودي بحياته بسم الله الرحمن الرحيم شكرا لقناة الحرة والكادرها بسم الله الرحمن الرحيم هذا المنشور أقل ما يكتب أو أقل ما يقال أنه على أبسط الكلمات في حين أنه في كسيم الفضائيات يقال على السيد الخميني كلام أقوى من هذا الكلام وأجرح من هذا الكلام هو ما نقل غير وقاع نفس إيران تعرف هذا الموضوع لا يبي شتم لا يبي قذف لا يسب وأكو موضوع قبل هذا الموضوع أنه أنا أحب أنوه أنه مثل ما تفضلت جنابك أنه السفارة الأمريكية نددت وأعلنت تعازيها تحاد الأدباء في الإمارات في مصر في تونس في الجزائر الغريب الموضوع اللي يخلي الأنظار تتجيه اللي قتلت الدكتور على أنه ولا حزب من أحزاب العراق أعلن أو ندد بهذه الجريمة جداً من محافظة كربلاء المقادسة كمجلس محافظة وكمحافظة علماً أنه هم المحافظة ورئيس المجلس أجوا للفاتحة وقرأة والفاتحة وعزونه ولكن بصورة رسمية لم ينزل أي كتاب رسمي من المحافظة أو رئيس المجلس بالتنديد لقتلة الدكتور ومن ثم الأحزاب يعني الإشارة كأنما أن هذه الأحزاب متفقة على قلت الدكتور بعدم تنديدها لهذه القضية في حين السفارة الأمريكية أعطت شخصة العمل الإجرامي الوحشي ومن ثم عزت ما أعرف يعني لي وين يوصلون هذه الأحزاب صار فيه تحقيق أستاذ قاسم هل بدأت سلطات تحقيق هل لاكت طلاع على منظر التحقيق من نوع ما التحقيق من أول لحظة بدأ رجال الأمن في كربلاء نعرفهم ونحن رجال جادين وصادقين واللواء أحمد الزويني نحن نعتبره خادم كربلاء بدأت تحقيقه بنفسه ومن ثم ثاني يوم جاءت لجنة حسب ما سمعنا الخبر أنهم رأس وزراء بقيادة لواء للتحقيق والتأكد من الموضوع والعمل جاري ليل نهار حسب ما الكاميرا موجودة وشخصها والأشخاص والسلاسة اللي هم على الدراجة والعمل جاري على التحقيق ومسح المنطقة من كل جنوة وجوانبها وإن شاء الله يلقي القبض على الجنات نحن نطالبهم نطالب الجهات المعنية في أسرع وقت لقاء القبض على الجنات أستاذ محمد رحب بك محمد الشيخ لمدير المركز العربي للعدالة لابد أن يكون هناك من رسالة ما لقتل الدكتور وطريقة التي قتل بها وثلاثة عشر رصاصة في جسد الرجل كيف تقرأ المغزى ما الذي يراد من مقتل على هل هي بداية لمرحلة ما هل هي بداية لسلسلة جديدة يمكن القياس عليها كما حصل مع اغتيالة البصرة هل هي لربما رسالة ردا لربما على مس سليماني بشكل أو بآخر في المنشور الأخير لأنه يقول لك الأخ قاسم بأنه كثر من انتقدوا من خارج العراق ولربما لأنهم من خارج العراق لم يتعرضوا لهذا الاستهداف هل هذه حقيقة الأمر أستاذ محمد أولا نقدم تعازينا الحار لعائلة الشهيد الدكتور علام جذوب ونقول عظم الله أجوركم وإحسن الله عزائكم حقيقة نحن أمام جريمة إرهابية بامتياز وهي عبارة عن سلسلة من الجرائم المتراكمة الواحدة بعد الأخرى والتي ازدادت خاصة بعد عام 2003 ولكن دعني أقول أن الأياد التي قتلت الشاعر الذي هجى الخميني في عام 1981 وهو شاعر من أهل النجف بقصيدته المشهورة دجاج العرب ما غزر وبعد يومين وجدوه مقطعا داخل مدينة النجف هي نفس الأياد التي قتلت أيضا الشاعر الشعبي في عام 1991 في مرحلة الفوضة والغوغاء بعد أحداث الكويت الشاعر الحلي الذي قطعوا لسانه داخل مرقد الإمام علي عليه السلام ونحن وصلنا الآن إلى الدكتور المجدوب هي ذات الأياد التابعة إلى إيران هي نفس الأذرع الدموية التي تكرم للطام وتقتل الأحلام هذه الأياد التي عاثت بالأرض فسادا وللأسف تختال العلم تختال الكلمة تختال الفكرة الحر ونجد بأن بذات الوقت أن هذه الأذرع الدموية ليس هناك أي مسائلة قانونية نتيجة الوضع الأمني المتردي داخل العراق والذي يعرفه الجميع أنا هنا أحمل الحكومة العراقية المسؤولية القانونية والجنائية لما جرى للشهيد المجدوب وكل الأدباء والكفاءات العراقية التي أختيلت دعونا نستذكر أن هناك قوائم دخلت مع فيلق القدس الإرهابي بعد عام 2003 بعد احتلال العراق قوائم جاوزت الخمسة آلاف والستة آلاف شخص تم تنفيذها باختيال الكفاءات العراقية باختيال القيادات العراقية باختيال الطيارين العراقيين وباختيال الأدب العراقي نجحت دكتور محمد للأسف نحن في عام 2019 نجحت هذه الاغتيالات في بث الرعب نعم هل نجحت هذه الاغتيالات السابقة في بث الرعب أم أنها لربما خلقت حالة جديدة مختلفة طبعا بالتأكيد للأسف نعم للأسف أنت تعلم أنه ليس هناك يعني توازن ما بين الكلمة الحرة وما بين الرصاصة دائما الرصاصة تختال الكلمة الحرة فبالتالي ليس هناك إمكانية لحماية الكلمة خاصة ونحن في هذا الوضع الأمني المتردي الذي تزداد به الميليشيات الطائفية والأذرع الدموية وفيلق القدس الإرهابي الذي لا يسمح أن تمس المقدسات ما بين مزدوجين الإيرانية الإيرانية أو الأعجمية من قبل المفكرين العراقيين هذه جريمة جريمة إرهابية بامتياز تمام أستاذ قاسم أكرر مرة جديدة شكر لك لربما في ظل هذه الظروف الصعبة أنت تنضم إلينا بعد هذا الحدث الذي تعرض له أخاك حدث الاغتيال هل تعرض لتهديد سابق هل هناك أخبار عن أنه تعرض لتهديد سابق ويعني هل توجه اتهاما معين من كلامك لجهة معينة يعني أم أن ربما أنت تقف مع الدكتور محمد بأنه لكل شريك فيما حصل للدكتور علاء الوضع القائم كله يجعل الجميع شركاء فيما حصل للدكتور علاء نعم يعني الدكتور علاء ما عنده ممن النوع العدواني غدو المسالم محاضة محاضة كربلاء محيطها ضيق تعرف بالدكتور علاء إنسان مسالم ما عنده أذيال أحد بل بالعكس كان بشوش دائما نضحك لابتسامات مع الإخوان الصغير والكبير علما أنه متمكن ماديا ولكن كان صديق الفقراء والضعفاء حتى كان عنده علاقة ويهة المكفوفين فكان مسالم جدا علما أنه ما يخرج يعني أنه خروجه من الدار من الساعة الخامسة للساعة السابعة ما تبقى من الوقت كل قراءة وكتابة حتى أنه عنده الوقت يسوي عدوات أو تهديدات ماكو ذاك الوقت هاي الموضوع أنه واحد يهدد أو واحد أنه يخلق عدوات أنا معروفين كبيوتات كربلة معروفين ما عدنا أي إساءة لأي أحد وبالذات هو غدو كان جدا مسالم تمام في الوقت المتبق إذا سمحت لي ساذة محمد أو دكتور محمد أود أن أخذ منك إجابة في محاولة لفهم حالة التندر على الوضع في المناطق الشيعية في العراق تحديدا هل يمكن أن نشهد لربما تلاقن مع الصوت الشيعي الرافض لإيران للفكر الذي تنشره إيران اليوم هل يمكن أن نرى تلاقن مع الصوت السني المعارض أيضا لإيران والمحارب لإيران بشكل أو بآخر ولربما ينتج بشكل أو بآخر مشروع وطني مختلف هذه المرة هل هذا قريب هل هذا سيناريو مطروح اليوم وهو سبب حالة هذه التندر في المناطق الشيعية أنا على يقين تام بأن العشائر العربية الأصيلة والشيعة في محافظات الفرات الأوسط وفي المحافظات الجنوبية هم أهلا لأن يتصدوا لكل هذه المخططات وللعلم أن الكثير من الأخوة الشيعة ومنهم الدكتور علاء قتل على أيادي ميليشياوية الشيعية فبالتالي أنا أرى بأن الفكر المتنور لكل هذه العشار وتمسكها بعروبتها وتمسكها بإيقاف المخططات التوسعية الإيرانية سيؤدي إلى طرد هذه الميليشيات إذا ما حصل أي نزاع مقبل إقليمي أو دولي على أرض العراق وبالتالي ستتحرر كل المحافظات الشيعية يعني بين مزدوجين هي محافظات أسيرة بيد الميليشيات البصرة تعاني العمارة تعاني النجف تعاني كل هذه المحافظات تعاني وبالتالي أنا على يقين بأن انتفاضة أهل الجنوب وانتفاضة أهل الفرات الأوسط من هذا الوضع المتردي أصبحت قابة قوسيني أو أدنى تمام في أقل من دقيقة في أقل من دقيقة تفضل تفضل أستاذ قاسم بسرعة تفضل الله يسلم شكرا شكرا طبعا بالبداية من قناتكم الكريمة أنه نوجه اللقاء إلى رئيس الوزراء آلة المغدور تطلب اللقاء رئيس الوزراء هذا واحد اثنين دكتور علاء كان هو دائما ينقل آهات الشعب معاناة الشعب هو كان مع المتظاهرين كان ينقل السلبيات تتكلم عن الفساد كل هذه الأمور موجودة كانت عنده حتى في رواياته كان ينقل ويكتب وينقد هذه العملية كان مطلب أنه مطلب العراق ومطلب شعب العراق ما عنده أي غرض شخصي ما عنده أي عداء شخصي ويأي واحد ويأي سياسي ويأي يعني مسؤول موجود كان هدف العراق كان عراقي مئة بالمئة كان عراقي كان مواطن يحب الخير لأهله ولناسه بصورة عامة لا نشخص الأمور ككربلاء والنجف كل عراق عنده واحد اللي يتكلم عن كربلاء والرمادي والموصل والكربل ما يقبل كان عراقي بدرجة مئة بالمئة وأنا أشكركم جزيلا شكر تمام طيب تمام في نصف دقيقة متبقية إذا سمحت لي دكتور محمد بشكل سريع إذا سمحت لي أرجوك قدر لأن كان هذه الظروف اليوم مشابهة لظهور صرخي جديد الحسني صرخي جديد اليوم في ظل هذه الأصوات المدنية والمثقفين ربما هل سيكون معادل لبرالي آخر اليوم في هذه الظروف التي تحدثت عنها باختصار جدا بالتأكيد هناك كثير من الشخصيات الفكرية والقامات الأدبية في المحافظات الفرات الأوسط ومحافظات الجنوب هؤلاء لن يقبلوا باستمرار هذا الوضع الأمني المتردي لن يسمحوا بأن يكرم اللطام وتقتل الأحلام كما ذكرت أنا أعتقد أننا أمام مرحلة فيها متغيرات كثيرة خلال الفترة المخرجة شكرا لك محمد الشيخلي مدير مركز العربي العدالة وشكرا جزيلا لك من كربلاء قاسم مجدوب شخ في الكاتب العراقي المقتال علاء مجدوب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر